الكونغرس الأمريكي مجلس العموم البريطاني مؤسسات شئنا ما بينها تدخل في رسم السياسات الخارجية لولايات المتحدة هناك لجان خاصة بالسياسة الخارجية لجان خاصة بالاقتصاد لجان خاصة بالعلاقات العام أمور كثيرة جدا داخل هذين المجلسين وأنا خصص بالذكر مجلس العموم في بريطانيا والكونغرس لأن هناك أدوار منوطة حتى من إدارة البيت الأبيض بهذين المجلسين داخل الولايات المتحدة مجلس الشيخ وكونغرس الأمريكي هل يمكن بالعمل بالشراكات بهذه الهياكل التنظيمية التي نراها اتحاد البرلمانات العربية اتحاد البرلمانات دول الإسلامية البرلمان الأفريقي إلى غير ذلك أن يكون للمغرب بالفعل لمؤسساته التشريعية مجلس المستشارين ومجلس النواب دورا فعلا قد يصلوا في يوم من الأيام إلى أن يكون بالفعل لدى شركائنا من دول أوروبا أمريكا اللاتينية الأفارق العرب الدول الإسلامية ذلك الصوت المسموع والمؤثر من أجل لعب ذلك الدور الدبلوماسي الموازي المنط بهذه المؤسسات فعلا ما تفضلت به دقيق للغاية وأتصور بأن هذه الدول الكبرى لها مصالح مشتركة بلا حدود مع المملكة المغربية وأيضا إفريقيا في إفريقيا لها مصالح بلا حدود في إفريقيا وفي المنطقة في الشمال الإفريقيا وكذلك لها مخاوف أيضا متشابهة خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ومسائل متعلقة بالهجرة والمخاطر من الجيل الجديد وبالتالي تحتاج دائما إلى اتصال إلى تواصل ليس فقط على مستوى الدبلوماسية الرسمية لأن الدبلوماسية بطبيعة الحال أكثر شمولا فاليوم مسألة الدبلوماسية البرلمانية لا ينبغي أن تقتصر على التمثيل أو أن تقتصر على الاتصال بل تفاوض بل تحليل السياسات بل الانطلاق من المواقف الرسمية والترافع وبالتالي فأعتقد بأن هذه أدوار ليست ناشئة هذه أدوار جديدة وهنا أستحضر بطبيعة الحال أن المؤسسات الشريعية الوطنية لها الجرأة وتستمد هذه الجرأة وهذه القوة من رؤية جلال الملك محمد السادس ومن توجهات الدبلوماسية المغربية المبنية على ثنائية الوضوح والطموح وبالتالي فهنا البرلمان المغربي لما كانت الأزمة ثنائية مع إسبانيا بشكل حاد فهنا البرلمان المغربي كان در واحد الموقف سديد يتعلق برفض إقحام البرلمان الأوروبي في أزمة ثنائية خاصة فيما يتعلق بالأزمة التي كانت معروفة بالقاصرين القاصرين غير المصحوبين وبالتالي فأتصور بأن يعني اليوم العمل طبعا الحال في إطار تكتولات يمكن أن يسمح للبرلمان المغربي أن يجد له طبعا شركة على مستوى برلمانات كبرى في العالم وهذه ممكنة هذا الإطار ممكن وهذه السيغة ممكنة خاصة وأن إذا كان لدينا برلمانيين بارزين وأقوية في المجموعة الدولية خاصة في الاتحاد البرلماني الدولي أكيد سيلتقونا في أكثر من لقاء في أكثر من تدورة برلمانيين من الولايات المتحدة الأمريكية سواء من الحزبين الحزب الجمهوري أو الحزب الديموقراطي وكذلك في بريطانيا أيضا في فرنسا كذلك في دول أخرى هنا هنا سنشر بطبيعة الحال تجربة ديمقراطية المغربية نقول بأن المغرب عنده ممثلين من مختلف المناطق بما فيها طبيعة الحال السحراء المغربية وكانت مشاركة كبيرة بشجاو الممثلين اليوم يعبرون عن إرادة الأمة وهنا ستولد قناعة بطبيعة الحال لأن الأطراف الأخرى تقدر لا تعرف التجربة المغربية بشكل عميق ولذلك فأتصور لأنه أصحاب الحق هم اللي يخصون بشرح الحق أولا المرجعية التاريخية للبرلمانات المغربية بالإضافة إلى اليوم ما بين دستور 2011 منحة قيمة أكبر للشباب في الفعل السياسي والثقافي والاقتصادي للمرأة أيضا بالتالي أصبحنا نشاهد صيغ جديدة تكتب في المشهد السياسي المغرب على مستوى الحكومات جالس المحلية وأيضا البرلمانات أو البرلمان بشقيه أو بغرفته فهذا النوع أن يذهب مثلا في جلسات مثلا في انتخابات خاصة بالحزب الجمهوري وحدث ذلك وذهب أمنا عامون وذهب نواب مغاربة أن يذهبوا إلى هناك لديهم رؤى جديدة للمغرب الجديد المتغير المتطور حتى رؤية ذلك البرلمان الأمريكي الذي ربما ألف بعض الشخص تقليدانيين سيشهد أن هناك تغيير وفي التغيير يأتي تجديد هل ترى بأننا اليوم مصلنا لتلك المرحلة التي بإمكاننا أن نخدم قضيانا الوطنية الملحة أن نقدم ذلك النموذج المغربي المشارف من خلال هذه الوجوه التي فيها تجديد للنخب السياسية في الأحزاب وأيضا في المؤسسات والسلطة الشرعية هو في الواقع أعتقد بأنه بالضرورة ينبغي أن نصل بالضرورة لأنه من أجل حماية البصالح الوطنية وهذا يعتمد بالأساس على التكوين يعتمد بالأساس على مد الفاعل السياسي الشاب أو الفاعل البرلماني الشاب وكذلك من النساء بالخلفية المعرفية القوية خاصة لما يكون في وضع ترافع لما يكون في وضع ترافع فهو مطالب بتقديم الحجج وبالتالي تقديم الحجج ينبني على فهم ينبني على تحليل ينبني بالطبع على الطلاع على التاريخ وكذلك على الممارسات الفضلة أيضا لأنه أتصور بأن اليوم هناك اهتمام هنا تتواجد اليوم للشباب على مستوى البرلمانات توجد النساء على مستوى البرلمانات لكن أعتقد بأن النظرة بطبيعة الحال دي الفاعل آخر ستكون نظرة مبنية على حقائق واقعية هي أنه نمكنه بطبيعة الحال الشباب ونمكنه النساء من الحضور في هذه اللقاءات وهنا اليوم نحن نتحدث في هذا البرلمان كي نزيارة كثيرة لوفود من البرلمان لبلدان كثيرة في العالم يعني برلمانيين ثلاثة ذلك البرلمانيين في مجموعات بطبيعة الحال حسب توجه كل بلد حسب النظام السياسي لكل بلد هناك دهب من شرح المواقف المغربية ومنهم شباب ونساء وأكثر من ذلك يتم استقبالهم على مستوى كبير يعني هناك ترحيب بالبرلمان المغربي كي يتم استقباله على مستوى كبير في هيئات كثيرة تنفيذية وشريعية إذن فما علينا إلا أن نقتحم مجالات جيوسياسية طبعا بأدوات بأدوات وكذلك بعنصر بشري مؤهل وقادر على الإقناع وعنده حجج لأنه طبيعة الحال لما تكرس بعض الصور النمطية أعتقد بأن هنا هذه الصور النمطية خص إزالتها ومن يلعب هذا الدور ربما ما يسمى اليوم في الدول العالم المتقدمة اللوبيات أو جماعات الدرق ترجمة نانسي قنقر